فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس دايما كنت أقف قدام الإكسيبريشن ده أقول يعني الحياة نور يعني عايز تقول الحياة 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 لكن عايز تقول الحياة نور إزاي آه الحياة نور الحياة ترشت الحياة تقود الحياة تكشف الطريق بمعنى عندما جاء المسيح إلى هذا العالم الميت فظهرت الحياة فالمسيح كان يخطو خطواته في هذا العالم باعتبره الحياة الأبادية يعني أمشي وراه لو مشيت في الأناجيل الأربعة ألاقي المسيح راح مثلاً كفر نحوم الحياة بتتحرك يا جماعة ألاقي بعد كده راح للجليل الحياة بتتحرك يا جماعة ألاقي راح النصرة أراح اليهودية أراح السامرة أراح سخار المسيح وهو يتجول من مدينة إلى مدينة الحياة تعمل إيه تتحرك وأي مكان يحل فيه ينواره أي مكان يحل فيه يديل حياة ذهب إلى بيت عنيا وكان الموت هو سيد الموقف نطق بهذه الكلمة أقول معي الله حافظ أنه هو القيامة والحياة ففردت الحياة نفسها في الموقف فخرج العازر ويداه ورجلاه مربطات ووجه ملفوف بمنديل قال المسيح حلوه ودعوه يذهب المسيح ذهب إلى عارين الأسد إلى الموت هناك في بيت ييروس وانتصرت الحياة على الموت المسيح والحياة أنا أصلي من كل قلبي أن كل الموجودين في هذا المكان وكل اللي يسمعون قدام الشاشات دلوقتي يكونون قد نالوا هذه الحياة كيف تحصل على الحياة؟ الحياة تحصل عليها ليس بممارسات دينية فالممارسات الدينية لا تهب حياة تسجيل اسمك في عضوية كنيسة لا يهبك الحياة ذهابك لزيارة أماكن مقدسة إن وجدت أصلاً أماكن مقدسة لن يعطيك الحياة أقولوا معايا كيف أحصل على الحياة؟ أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطاناً أن يصير أولاد الله فيه كانت الحياة يا حبي المسيح فيه كانت الحياة هو مش يعطي حياة فقط لكن المسيح فيه كانت الحياة ركزوا معايا في المصطلحات دين المسيح في إنجلي وحنة هو مستودع الحياة فيه كانت الحياة والمسيح في إنجلي وحنة باعتباره رأس جنس جديد يهب الحياة ففي خاتمة إنجلي وحنة في العلية نفخ في التلميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس أو اقبلوا روحا قدسا هيأهم لاستقبال الروح القدس نفخ فيهم صنف الحياة الذي يسكن فيه الروح القدس يبقى في يحنى واحد هو مستودع الحياة فيه كانت الحياة في إنجيل يحنى آخر الأصحاط هو يهب الحياة والحقيقة يا حبائي دوروا على واحد إن كان في السماء ولا في الأرض هو مستودع الحياة لا يوجد إلا شخص المسيح